النعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على العباد فهي ابتلاء اختبار امتحان لهم هل ينجح في هذا الاختبار او لا فكيف تنجح في هذا الاختبار قبل ان تأتيك النعمة ماذا تصنع تتعلق بالله لا بغيره يعني بعض الناس يمشي في الطريق ويفكر مثلا يقول له تعرف عليه التاجر او الرئيس ويعطيني من امواله الجنة تطلب من 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 الله لانهو الذي يملكه سبحانه وتعالى وكذلك الرزق لا يطلب من الله لا يطلب من التاجر إذن قبل ان تأتي النعمة تتعلق بالله لا بغيره وبعد ان تأتي النعمة تشكرها وعندما يأتي لك، وعندما يأتي لك، فلن يجب أن تكون مؤمنة وإعطاء الله بلقلب اعتقاد أن كل ما بك من نعمة فهي من الله بلقلب، صحيحة في أكثر أن كل نعمة وفاق يأتي لك، فلن يأتي لك من الله بلقلب، وعمل بنعمة ربك فحدث، يسألك إنسان من أين لك هذا المال؟ من أين لك هذه السيارة؟ كيف قبلت في الجامعة؟ تقول هذا من فضل ربي نعم، بالجوارح تصرف هذه النعم في شكر المنعم، المال تنفق في طاعة الله So how can you do this with your limbs, show gratitude with your limbs, then you perform acts for example, if you are given sustenance then you spend for the cause of Allah سُبْهَا